السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شاب كان اسم المهدي في عمر 24. هذا المهدي كان حاضر من واحد العائلة ليبسيطها عائلة متواضعة. هذا المهدي كان هو الكبير في أخوته و أخوته. المهدي تلقى واحدة تربيق ماشية هذه. أولا هو البيئة الخسراته أو العلم عند الله. المهم في السيد كان كثير من المشاكل وصداعات ومدابزات. أعطى الإدمان في سين مبكير. أو مدابز مع هذا أو مفلق هذا أو مفرق على شجاع شجاع طموبيل. ما الذي كان صغير. كانوا الناس والجيران وكل شيء تشكى منه. قد يجب أن يقوم بأبه. وعندما يجب أن يسعر قتل للأسار. يكفزه أكثر أكثر. لن يحسنه ومعه 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 ومعه. لا. يجب أن يسعر أعطيه للأسار. هذا أخرج المهدي بمعقرة. ما كبير. ما اختبت لهذا السن هذا يعني 23 أو 24 عام. لم يقرأ ولن تتعلموا المحرفة ولا تطيع شيء. والذي إذا كان كان مثلك ومعه 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 وهمه ومعه ومعه وكذيره. هو ضربه ومعه ومعه ودربه ومعه وكذلك. لم يحدث هذا السيد ولكنها أعتبرون الموليس بعد creoل أخذهم ومعه 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 ون أخذره. المهدي يضرب منهم أربع سنين ثلاثة صعبة مدوزة خرج خرج من المدى هذه عاد زياد أكثر أكثر تكفز دخلت السجن تبلاب حوالين ولا يخاف ولا يرد الحضر على ابوه ولا يدور فيهم ولا والدي يخافون منه يعني ابنها يتحاجها بزاق واحد النهار هذا المهدي سيتعرف على واحد البنت تعرف عليها ومشى وجمعها لحتى واحد النهار هذه البنت صدقات حاملة جاءت واجهته بالهضر سوف تنكر لها ومشى تدعاته هنا هو يشدون البوليس بطبع الحالة تدع البنت السيدة حاملة وعندها ما يفيد ذلك سوف تزوج بها او تضرب الحبس شافت عياط يدور في عيني المهدي اهو يتزوج بها من بعد الزواج بهذه البنت والدات هنا المهدي كان في الأول كان له غير واحد بيت في المدينة ولكن شوية ويطلع الفيلاج كان والدي في هذه الفترة أرجع الفيلاج من كي ينحضروا من الأصل لهم بيت في المدينة والدات 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 هنا المهدي شاهدوا ومزوجوا عندها هذه البنت قرر أنه يعطيها هذا الدار يخذ الدار ويجب أن ترزق الله بحالك في الناس لا تقعش في حلمك هذا البنت لم يكن حامل لماذا؟ من العالم لا يستطيع ولكن لا يستطيع أصلاً ولدها البنت في إطار غير شرعي يجب أن يتحمل المسؤولات المهدي ومزوجته ومزوجته في الدار المهدي لم يكن لديه أي شيء ماذا؟ هناك كمية كبيرة الحمام أولدهم والدات كمية كبيرة أكثر من مئة حمام المككة أولدهم القفز أول سجنة وفوق السطح كبيرة والنهار الروتيني اليومي كيف تفقد الصباح؟ يعطي المرس القتل للأسر داروري قتل للأسر وهذه المرأة هذه تبقى تغوط مياه تقوني مالذي يجعون الجيلين يجعون الجيلين يجعون الجيلين يجعون الجيلين يجعوني من يضعج هذا هذا الجيلين ويجعون لو يسمعوا الغوات وصداع هذه المرأة المهدي كان يخبط فيها وليما يضربها وليما يضربها لماذا؟ 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 لماذا تخاف منه؟ لا أعلم ديما يضربها ديما يعنفها ويخرج ويقابل حمامه هذا هو الروتين اليومي ديز شحار من شهر تقريبا شحار من شهر هو على هذه الحالة كان في الأول غيكة لاوط واحد اللحظة المهدي والذي لبس عليه كيف يدير لها؟ الله أعلم المهدي كان مدمن خمر ومدمن مخدرات يمشي الأماكن المشبوهة يضرب مرته وليس لا يطالح وفي المهدي لا يحتمل لها أقول أنه يدخل بأن يبدو بأن يبدو الناس الغالي سفر ديلاس الغالين كاة مات غالين المقانة ساوي ديلافيدو الناس الذهب خواسمته الذهب انضادر السيد والتلباس اللي ديال بصاح هنا الناس اللي كعرفوه الجيران والحومة والناس الاعداء والاصدقاء ديالي بحلق قدلوا كيف اجد هذا المالي من جاب الفلوس وجادرمي على فكرة حتى هم جارين معها ليش؟ لانه كثير صداع والمشاكل وفي هذه الأماكن المشبوهة يمشي لهم جيد فلوس من جاب هذا الفلوس قالوا في بداية الأمر انه سيكون يبيع شريف الكوكاين لانه يمشي لذلك الأماكن المشبوهة والسيدة وما يخدم ميردم هواية بنهار يبقى ناس وبالليل يخرج يزاوي النشاط ومقابل غير الحمام واشد الحمام في هذه الفلوس لا يمكن هنا يبقى يتحرروا الأخبار الفضوليين والناس ومخبيرين تعجزهم كذا 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 لحساء وصلوا لأحد المعلومة أما هي أنه هذا المهدي يأتي عنده واحد الناس يأتي في واحد استعاقات او فارغونيطا او ترافيك ترافيك طواما بالميسين وسبعة كبيرة هذه هي السلاة واحدة يأتي فيها واحد شباب ويأتي في المعطرين من أجل إسبانيا ومعين واحد فارغونيطا آخر يأتي خاصة كعزاق ومن ضاربيدة لا يأتي من أجل ليس من أجل ومن يقومون بقربة واحد ويأتي في حمام كيف يأتي في الحمام وكادة أو حسنا يأتي في حمام المادي أو يخرجون حمام المادي ويأتي في حمام بيبيع الحمام وبين يكون الحمام في هذه الفلوس كاملة لا يمكن هنا يدعون الوحل كامل صاحب النومر بالتوقيت الذي يأتي فيه هؤلاء أصحاب إسبانيا ليس لديهم التوقيت و عندما دخلت على البيلاج كانوا جرارمين يدعون البراج الذي يحتاج إلى الترافيك لا تركي الإسبانيين وقفوا بهم غير مغربة وقفوا السلام عليكم و السلام و سأصبح البيلاج فلان فلاني مزيان من جاي قالوا أننا جئين من سبتا و عنده ورقاته و عنده كل شيء السيد و صاحبه الذي سيقلت على الترافيك و ماذا لديك؟ قال لي عندي الحمام تقدر تشوف الشاف هبط حلها ماذا؟ كيف أنه لدي القفوزة؟ قفوزة الحمام أحمام نيت عائنه؟ قال لي فيها كمية الحمام قال لي نحن نبيل السيد في هذا البيلاج يقول لي المهدي مزيان صاف الجدار الميع يوم يدوره هنا 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 تحاجق ملقاها تحاجق معاينه على الناس كان الكثير وتحاجق وأردو المخالفات على شيء جلقه عن ما وعندها فأنا اردوه مفتوح لديهم هنا شدوه الناس الذين يحصل الخمال ورقاتهم اردوه في باراج واحد واحد نار في باراج هذه المدخلة المدخل السلام عليكم. كان سيد ولي سايق مطمويل وكان ومعه واحد جو شباب. نفس القادية جدر من عين وحمام. عين وقفوزة الحمام. في انغادبها الحمام هذا غادبها المهدي. واحد سيد تكون هنا في الفيلاج مزيان. وماذا تبيعه وشريه اي سيد نحن نبيعه ونشريه في الحمام وكذا كذا. قلبه وعينه وشافه وقلبه هنا هنا هنا. تحاجة ملقى وغريبة حولك تدعو الشك. هنا كذلك مثال هنا يجرر من محمل شراثه ودار له واحد بروسي. يقول له واحد بروسي. خلصوا. هو يطلقهم ومشوا في حالاتهم. هنا يجرر مياه. لماذا لا يجرر حالة هذه كاملة؟ لأنه معرفوا بأن السيد راكيبي يعيش ليش حاجة ممنوع. ولكن ما هي؟ يمتع معامن الله أعلم. ما فهمتش حاجة. وقالوا ترصدينه بشي طايح بشي حاجة كبيرة بزاف. لا يجرر حاجة. هنا كان سيد رئيس جامعة. لم يكن هناك جامعة أخرى في هذا الفلاج. كان رئيس جامعة والناس كانت ضربوا كل شيء. واحد نهار خلص من الزنقة. خلص من الزنقة وهو مضرب عدة ضربات ولاكامات. وهو ملوك واخد العساة بزاف. هنا يوقفوا حد طاكسي وقال لي عفوك لمديني السبطار العجل. اضطرنا من الزنقة كبيرة وما نعرف بشي tänتيني 그럼 میتوا عن الأمر وما عند ours فعلت بشي طاكسي يد عليهم و�� واحدنا حدث violation. بقى من الزنقة وضربهم بشي طواهلي. واعدا السبطار جدا ورتضفها للرئيس كل شيء كبيرة. المهدي المهدي؟ المهدي كان صاحبه صاحب الرئيس و لم يتفرق معه رئيس جماعة ومسان قيوك صاحب هذا المهدي بين قوسين مشكوك في الامر أنه تاجر مخدرات هنا يده كان نسابه بحل حقده على المهدي ويقلبه عليه ويجب أن يتعلم منه لأنه رئيس جماعة ولكن لم يتفرقه هنا الحضرة وصلت إلى جدارمية جدارمية تحرقه من جاء السباة مرة أخرى سمحه إلى بوليس قال لي ما هو واقع؟ قال لي موضرها غير شئ ناس لقاولي وخاولوا أنهم يشفروني ساعة ملقوا عندي تشهجق وضربوني هذا مكان لماذا الحضرة قالها نسابه وقال لي موضرها المهدي هو الذي يحرش لي هذا الناس وقال لي موضروا لأنه كان معهم ولكن أنا أعرفه أنه يحرشهم وحردهم لأنه يهديوني هنا جدارمية عرفه بأنه هو الرئيس رئيس جماعة من جاء السابه رئيس مهدي قال لي ملا المهم أنه يصعف جادارمية تسيقه وخاهم سمع ذلك حضرة سابه وأنه يحرش لي هذا الناس هناك نوقعه ثاني يقولون أنه رئيس هو التعفق مع جادارمية لأنه يستطيعون أو أي شخص يشدوه صف طمبيل أو مكان مشبوه أو ليس حاجة جادارمية يشدوه بشكل كمية الكوكاين يعني غير مستهل لك يساولوه من جاء السابه أو لأنه يبيع لك هذا يقولون المهدي نفس الأمر بالنسبة للأول الثاني الثالث الرابع الكثير من الناس أعرفوا أن المهدي هو اللي يبيع لهم هذا الكوكاين يعني ولا روشارشي ولو يقلبوا عليه في ناوه المهدي المهدي غابر للأطر تاواحد ما أعرفه في نشاء يقلبه هنا 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 ولكن في نفس الوقت المهدي باقي يزاول النشاط دياله باقي المولي الحمام يأتي عنده الدار باقي هو يفرق الحمام باقي يسلخ مراته لا يمكن أن نشاهد المهدي غابر للأطر لحتي واحد النهار هذا كنسيب الرئيس كان عنده واحد طانوبيل كان في السوق كان في السوق وسط الهلاج غادي طانوبيلته هو يلمح المهدي واقف ماشي ناس واقف ماشي واحد المهدي صافي سائل الهضرة مع ذلك الرجل وغادي بحالاته هذي أخونا ما هو يدير هذا كنسيب الرئيس واحد من أخوات مراته ما هو يدير براكة طانوبيل ودورها في تجاه المهدي ويعطيه الطف أضربه اللي احتار اللي احو وقال يتهرس فيها قاع المهدي احنا يشنو غادي وقاع صافي كان غادي قتله محاولة قتل هذه صافي جار رمي يدخلوا على الخط جاء وقطع بيضحار وشدوا المهدي لقاعوا للقض وبينما هذا كنسيب الرئيس قدموه العدالة وتحكم عليه بعشر سنين للحبس لأنها محاولة قتل الرئيس قال لهما سيدي انا باري منه وانا مقري ويلو وانا سيدي شحاري تحمل مسؤوليته وقال حساب صرافته وقال مهدي احزوه الدول الحبس من بعد ما اطلقها العلاجات الضرورية وامشوا الحبس لماذا مشى الحبس كما قلنا لأنه كان روشيرشي لأنه شحار المواحد قال بأن المهدي وليبع ليها المخدرات الصلبة اللي هي عبارة على كوكين ضرب عام ونصف في الحبس ضرب عام ونصف هنا ماذا سيقع ضرب عام ونصف قريبا ايامات قليلة سيطلق مراته طلق مراته ونصف صيفت العباراته وخرجت من الدار وبنتها وبطبع حيث تحمل مسؤوليتها وبنته واذا سيطلق وما إلى ذلك صيف يخرج خرج من السجن ماذا سيطلق من السجن ارجع العادة لأقديمة ارجع اخرى مولي الحمام تأتي عندهم فلوس دار اخر ديما اللبس مزيان ديما نقي ديما آلاز قصة غامضة إلى حد الساعة جدر من طائم الحال لا يبقى تابع أرجع الصافر وانه سيطلق عقوبة السجن وانه بانت عليها وانه سيطلق ما يقال هنا المهدي كما قلنا من الخروج صافر يطلق مراته وقد أضع ووصف لتزوج أخرى بنت يسرى وانه سكنها في الدار وكما قاعده وشكل فرنسي ليس بأن الامور والحمام سواء موال ترافيق من سبتة أو موال ترافيق من دار بيضاء من الذي يأتي؟ يتبادلوا الصفقة للحمام وما إلى ذلك المرة يقولون أنه لا تكون في الدار كيف سيكون أفضل؟ يقول أنه سيكون لدي والديك أو سيكون لدي دار والدي أنا الذي سنعير لك ستكون لديك خدمة و سنتعصل بك هذا الشيء لهم أصلا جادرمين لأنه تاجر مخدرات لا أعلن نفسه نحن نحن نهار من نهارات كيف سيكون أفضل؟ فالفاتل هذا الشيء أنها تقوم بالدارة على والدي و تريح عندهم لأن هذه الأسرة مقطعة من شجرة لا يوجد الوالدين لديها لدي دار والدي ريحات واحد يومين بمسال الخدمة لديه وسلم الشحنة على الحمام و تخلص وما إلى ذلك اليوم الموالي من هذا المدى التي قلتها في تسالي و جاء عني جاء عن دار جاء عن دار أنها تصوني عادي و رأي المهدي كيف يكون هناك clutch مجابه فلنحة ليplicته هنا داخلات و ظهرت و ما تشاهل و ما تشاهل رجلها الذي هو المهدي مقتول بفوق النموسية لا يريد أن أضعvey كيف سمعت بأداة الناس الشيء عزت أثناء رائعه في جهاز الرمية ويأتي في جهاز الرمية وعلم جذر مياه وطلعوا المسرح الصناب الخالفة وهو حال المهدمات قتلوا ، ما يقتلوا ؟ الله يعلم التطبيق الجذر مياه جهاز شرط القضائية تابعονى من الملكي وبدأوا معينة أوليه هنا فرقة جهاز الرمية جذر مياه أولا مقتول مليوه فوق النموسية وغارقه ضدهم كان لابس كيتما بيضة وصفرديلا كيتما كانت شبعان على قبل الطاعنات وكان مطعون بزيف وكان مدارس وكان مرون بحلم دار بمشي واحد وكان قتله ربما الاخر كان مسلح وصفه لي بطريقة عجيبة وكان يشعر في جلسة الى مقربة من جلسة وكان مريح ماه شو واحد وكان قدرى ما لابنه فيها كان فيها لفافات وكان مخدرات كوكاين وكان مخدرات كوكاين وكان شو واحد يسعر في مرتبط مباشرة وكان شو بكوكاين ميكات بيضين كثيرا ويصاوب صاشيات ويصاوبهم ويقدرهم من قاعدهم والقاوح للميزان صغير لكن الميزان الذي عبره الكوكاين هذا الميزان غرام جوش 3 غرام ونصبها المكاك هذا كاينته هواية المهم العدقة تشوي واحد يبيه شري في الكوكاين ومخدرات الصلبة ولكن لم يلقى هذا المخدر لم يلقى يلقى ماريو مقلب كامل ومجبوط كامل ومجبوط كامل ولكن هنا المصادف الغريبة أن المرأة المهدية يقول لي مودي كانت عنده واحد بالي زكبي روح الشانطة أو رجل شواند فيهم الملابس دياله فينا هم مكاينينش كاينتماعات غالين سبرزيلات غالين مواقنس ناس لتعود الذهب خواتهم كانت عنده واحد شانطة فيه الفلوس يقول لي ما تقرب لها فلوس طائلة تحاجة مكينة يعني صارقة مسبوعة ومجبوط قتل ولكن شكونا كان معاه هنا في الشقة أو لفات الظهر عفواً لإحتصفاه له المرأة كانت تقول لي مودي هنا كما قلت لكم بالتحقيقات عرفين لا يريد أن يعمل يعني يبيه الحمام يجيب الحمام كيف يجيب الحمام الله أعلم هو كان ينبهني دائما أنني لم أدخل في الشغل وكان يصيفني عنده وليديه كان ريح هذا النهار يومين كان يجيب الحمام كان يجيب الحمام وهذا مكان كان يجيب الحمام يومين دائما من يجيب الحمام أعيط لكم لا أقلق ولا أكثر صافينا يا جدرم يبدوكي عينه أكثر أكثر يهزوه بصمات يهزوه دلائل شيء آتار شيء حاجة أولا ألقوا تليفون الضحية ألقوا الزهزة سيقوم بخبرة التقنية صافينا لا ألقوا شيء أخر في الصراحة أولا أولا لا ألقوا الباب ألقوا 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 فإنها كان ماء كان يقلقوا كان ماء وهي لم ترى أن يكون يقلقوا ألقوا كنت أخبرتني لأولئة يقولي لما سنزيدكم المعلومة لا أعرف أي شخص يأتي يأتي عنده صافينا يزوه دول المسوداء البلدي للأموات هنا في إنتظار التقرية عبدالب الشرائي والتقرية مدى إبداعوا الأسئلة مع المرأة يعني التحقيق مع المرأة المرأة كيف أقوله إذا كان نحضره ألقوا كيف يقول في الأول وقالت لي أن تسيد هذا المهلي الله يرحمه أتعرف لي وحد نار في وحد البار أو ملهر لليلي وإذا أردت أن أريد أن أردته وكذا أجاب أن أسكنني في وحد الدار وقال لي لها الغرض يأتي عن هذا المسائل ومسائل كان رائحه جميعا ولكن هو صاحب مع ذلك الرئيس وكما قلنا ذلك الرئيس الجامعة ومع لماذا كانوا صاحبين ومع لماذا كانوا صاحبين ولماذا تخاصمه ولماذا لا يحملونه ولماذا كانوا صاحب مع ذلك الرئيس لماذا؟ لأن الرئيس كان مدمن خمار ومدمن مخدرات صلبة وكان هذا المهدي كان يزود بهذا الشيء وكان يشرم لديه في المرس وعرفه على هذا المهدي ولماذا كان هذا المهدي ومن يتركون لديه مدرس ومن يذهب لديره ويأتي تخرج لديه الرئيس ومن يأتي من هذا المهدي جاء الرئيس وجاء الرئيس ويأتي إلى المهدي المهدي لا يرسي لديه أخبار لم يكن أعرف أين أحد أشك و لم تقال لي شيء واحد حتى يحصلوا مجوش هنا الدار مع هذا الرئيس و هذا الدار الذي كان هو وكل العساء ومشى السبيطار لم تلقى لي شيء واحد هذا غير المهدي أعطاه حلقة في العساء و لم يلقاه ما يسرى في الدار لم تتمحق ذلك الرئيس إذا لمشى السبيطار وقال إنساب وقال لي موضر المهدي وليه لي شيء هذا كامل يجب أن ينكر عليهم يجب أن يتعقم منه هذا النسيب وضربه بطموبيل ودوز عليها 10 سنين لحبس محاولة قرر وعلى شغال يطلق مراته مراته من يساق الخبار بأنه يخونها مع ذلك يسرى ومشيت لها الدار الذي كان كارهة المهدي ومشيت لها وحيحات عليها وخاصمات عليها وقالت لها يخطأ في الرجال وقال لي أن تشوى أحد عالم من غير هوايا كذا 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 يساق خبار هذا المهدي وطلقها في البلاسة وقرر أن يتزوج يسرى من يسرى ويخرج من الحبس ويخرج من السجن أول شيء يجب أن يتزوج ويجب أن يسكن معه هذا الدار هنا يجب أن يقلب التليفون في مسرع الجريمة ويجب أن يتأكدت المرأة يعني مرأة المهدي الله يرحمه أكدت بأن التليفون هو الرجل يقلبه عبر الخبرة ويجب أن يلقاه في مكالمات من غير مرأته ووالديه وطالقة لا أقل أو أكثر لا يمكن أن يتزوج السيد تاجر مخدرات لأنه لا أعرفه جدر من تاجر مخدرات ويجب أن يتصل بهم وكيف يتصل بالأخرين وكيف يخدام وكذا يجب أن يقول لهم المرأة بأنه تليفون آخر ما هو المرأة؟ لا أعلم لا أعرف المرأته ولا أعرف أين داره المهم لأنه كان لديه جوج يعني إذا ألقى أنه غير واحدة غير ملاعيلة يعني عنده واحد رقم هاتف آخر أو واحد لا أعرف عليه شيء لا رب ما قاتل هزوا معه من الذي قتله ومشى حاول أنه يتخلص منه لا رب ما كانت فيه النمره كل شيء والد لا يعني هنا ترجعه التقرير عن الطبيب الشرعي نقلم الطبيب الشرعي بأنه مات أو لا تقصل هذه الليلة الليلة اللولة تقتل ومعايش تقريبا مع جوه 11-12 هذا هو الزمن تقريبي وفاة ديالو هنا طبيب الشرعي الزوجة ديالو هنا يسرة كانت لمسيديات توقيتها نراكت مع والدي والدي أكدوا لهذه يعني السيدة عندها حجة غياب قوية ما زي عندها بخاصة نجيبه طالقة ديالو طالقة ديالو أولا نرقوها مشات ما زوجات ولكن مشات غادرات المدينة وعيشها مع بنتها كي سيفضلها هو النفقة المسائل لا يمهلي في بنته كل شيء الأمور مزيانة قالوا لحنا نلقينا الاتصالات ديالو ما طالق ديالو ما تقول هذا قلت لهم يا سيدي كيف يريدون 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 أمور نحضر معنا نحضر معنا نحضر معنا نحضر معنا نحضر معنا نحضر معنا أمور ديالو غير الشيء تحجمها مزيان قل لنا لحظة وقوة الجريمة في كتي لا يحظر معنا نهار فلان فلان قالت لي كيف نكون سيدي كيف سيف محالي أنا وبنتي لا يوجد لك يؤكد الشيادة ولا يوجد لك ولكن من خلال تحرية أمور جذرمية عرفوا بأنها لم تتشعرق به الجريمة مزيان هذه هي هذا الرئيس يتعجب معه الرئيس الذي جاءبه هو الأسباع وحقه مزيان كما قلنا واحد منهم لنورمال مو هذا هو حقه مزيان داخل الحبس هذا يقضي في العقوبة السجنية إنسان بلافرين حضروا معهم كامل واحد واحد كاملين دلاوا بحجة غياب قوية بأنه لم يكنوا لحظة وقوة جريمة في مسرح جريمة أبقى الرئيس 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 قال لي ما عندي ما علاقة العلاقة الوحيدة التي كانت بيني وبينه هي أنني كنت مبلي من مخدرات صلبة كان يزوجني بها لا أقل لا أكثر وهنا سيضطر أنه يفضح رأسه بأنه كان على علاقة مراته مرات المهدي قبل أن يزوج به المهدي يسرى وبأنه واحد نهار القاوم في الدار والدار معه وضربه كان سابب أنه سيفته السبيطار هنا تفضحها وعرفت مرات الرئيس بأن الرئيس يخونها وكاد وحيحته له هذا موضوع ولكن مع ذلك هذا كان نهار وقع الجريمة لحظة وقع الجريمة لم يكن شرائيس في المصرح الجريمة لماذا؟ لأنه جاب لي محجة غياب قوية كان في محاله مع مراته ومع أولاده ومع نسابه سابب هنا طلع باره الرئيس ومع نسابه ومع نسابه لذلك هنا جادر مياه سينتقل لأخر وهي الصحاب الحناب وطلع الصباح من السبتة أو من كازا ولكن كيف سيعرفون لأنهم لأسامي وعنوين ومتوحي لا يتعرفون كيف سيعرفون جادر مياه ستوصل لأدوك البروسيات كما قلنا هل كانوا يشدون هل كانوا يشدون ومن المكان حرفهم ويشدون البروسيات ومن خلال البروسيات حركة تقيد اسم المالك العربة مطاوبيل اسم ومع نسابه المسائي الكاملة وصل الأول الولان هل كانوا يشدون مقيمين ومع نسابه هل يشدون كما قلنا وان شدون بينما سوف يذهب إلى صحاب الدار بيضاء هذا الكنحادرم الدار بيضاء كارمولترافيك وولد الدار بيضاء مشاولة توصلوا العنوان له وقفوا عليه السلام عليكم السلام انت هو الباشير؟ ايها سيدي وانا؟ انت هو مولترافيك؟ ايها سيدي وانا؟ ايها سيدي وانا؟ هو واحد الشهر او واحد العام راتحراش حقك واحد واحد المخالفة كذا 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 كذلك تغادر البلانج من فلاني يملي سولك جدر مياك حسنا مجددا ايها سيدي بيضاء ايها سيدي لكم لديها بزرعة بروستيات كينين وانا لديها عقل ولكن مدام قلتوا اتو مياه تكون صحيحة فعلا نيت وانا نزل الحمام بشي ناس هنا ايها سيدي واحد هو الشابب واحد يسميته سامي وواحد يسميته ميلود وهم سبابة لكامشي بهم الفيلاج انا لم تلك العقلابات بالفيلاج لا يريد يقول الحمام بكين انا غير تخص بورطة فقط كان هذا اللي هم كان تخلص العقل لولا أكثر مزيان أتورينا هاد سامي مع ميلود أهلا مرحبا امشوا معه لحتورهم الدور ديهم هاد سامي وميلود أجينتا أجينتا أدبهم كوميساريا هنا هم يسولهم قالوا لي مشني علاقتكم بواحد سيد في البيلاج جفان فلاني اسم يالو المهدي هل يبقوا يشوفوا بعضياتهم قالوا سيدي هاداك المهدي احنا كان بيعولي الحمام كان الضيوه يعني الحمام كفوزة الحمام كان بيعيشوا معه يبعلينا الحمام يبعلينا المهم كانت تجارة التجارة على أقل أو أكثر هنا قرروا يشوفوا باين انتم غاتم حنونا المهدي راح نوقع عينها مكتور نحن نبحث عن القاتل دياله أعطارف و أسألكمه إلا أنتوا بلغت لبسوا التهم هذي صابح هنا يبقوا يدوروا في عينيهم أهم و أعطارف لماذا أعطارفه؟ لا أعطارفوش الجريمة أعطارفو ألا قاشنو كيديرو عنده و لماذا يديرو الحمام و فعلا تكمل الترافيق ما هو إلا واحد يوصلهم لا يوجد علاقات الليلة كاملة السيد غير يوصلهم و يتخلص ولكن هنا لا نقول أي شيئا هنا هم قالوا يقالوا الجذر مياه أشكين 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 ولكن هنا لا نقول لك لنحرقه مراحل القصة هنا جذر مياه نديرو كذلك كامين نديرو هذوك الناس اللي يدخلوا من السبتة عبر واحد ترافيق سايقين نجوج يدخلوا يجيبوه الحمام و يجيبوه المهدي في هذا الفراج كانوا جيئين من اللي يدخلوا المغرب و شدوهم و شدوهم راكوهم هنا أشنو غاد يوقع؟ هنا غاد يعتعرفوا و هنا نقولوا كذلك و متال هذوك هذوك الناس سامي و ميلود كيفما قلنا في الأول أن هذا المهدي كان يضرب واحد المدة للسيجنية لخمس سنين للحبس لو كان البنت اللي يعتاد عليه مرأة و أولد معها بنت من اللي يدخل للحبس لا يتعرف على ما يتعرف يتعرف على هذا الناس اللي كان حادروا من سبتة كانوا دوزوا واحد المدة سيجنية هنا في المغرب كان غير واحد منهم هو اللي يضرب الحبس اللي يتعرف تعرفعوا على الإنسان وهذا لدينا عبقرية وتقريبا ما كان عبقارية المخدرات مستخدمة نعمر كانت تهريب المخدرات عبر الحمام لن نزرب الحمام و نحن نعرف في السبتة و نحن نحن نعرف كمية كبيرة و هذا الحمام بعسطه نزرب حتى ونزرب مخدرات صلبة يربطوا لمحصشيات في أقدام الحمام و يطلقوهم لأن الحمام ينبوه معروف و الناس الذين يكاسبون الحمام يعرفوا هذه القادية الحمام إذا تزاد لديك القفز أو الصح أو الدار أو الكوخ في أي بلاصة مهما كان يمشي و يطلقوه و يمشي و يرجع على ثاني في المدى في أي منطقة العالم يرجع في البلاصة و يرجع ليحارك هكذا هو ما يداره كيف يداره؟ أعطاه المهدي ما الذي يخرج في البلاصة والحبس والماء أعطاه الولاد أعطاه الولاد الحمام و يربطهم كما قلنا هو من يتزوج بالكامرة صح و يربطوا واحد كمية كبيرة الحمام الولاد تولدوا عنده تماما في الدار و يربطهم من حتى كبروا و لو يدخلوا في السبسة يجيبوا الحمام لهم يجيبوا الحمام لهم يجيبه المهدي يجعل البلاصة يعتبر العمام لهم يلعطيوا الحمام و سبته يجعل الحمام لهم يجعل الحشيش مخدلات صلبة يربطوا لهم في الأقدام يقوم باستج lead كمية كبيرة كمية كبيرة كمية كبيرة يرجع عن المهدي يأخذ المخدرات الصلبة هو المهدي الدور أنه يبيع كبيره كبيره هذا الفكاذة هو الذي يبيع نحتاج المخدرات الصلبة يبيعون أخرى يطارق الحمام هذا المهدي الدور يصبح من المهدي و يكون مربيين الحمام عندهم يطارق الحمام يطارق الحمام يدعون أخرى و الناس يطارق يطارق الحمام يطارق سبيل أنه يقوم بمعارض لا أقل أو لا أكثر نتمنى أن هذه القادية توضحها لأنني حاولت أن أشرحها بطريقة عادية وصافية لا أقل أي شيء هذه هي الطريقة لديهم يعني كيف يشريوا في المخدرات الصلبة وبطريقة في النيوذكية والتي هو واحد معاقبية وذلك شيء يتغير في اسمه لا أقل أي شيء هنا يا صافي من الذين يرجعوا عند هدوك الناس الكازاق سامي وميلود قالوا لي كيف يتواصل معكم هذه المهدية لا أقل أي شيء وقالوا عن طريق واحد من النمرة جبدوها هي النمرة التي كانت أعطي لمراته وعائلته هي النمرة التي قالت لمراته أنه لديه تليفون وهي نفس النمرة التي يتواصلها مع الناس الذين كانوا في السبتها الرجل لهذه النمرة المجهولة للمهدي الثانية التي لم يكن أعرفها عرضوا على الشركة الهاتف وقالوا لها أعطينا آخر 24 ساعة منها ستقسل معامل هدر ومعامل التكلم ستعطيهم الكثير من السبتها من السبتها ومن السامي ميلود ولكن الساعات الأخيرة تقريبا لا تقسل لقوه التعاصل أو لهماية لقوه التعاصل بشكل سيد بوحد النمرة وهذه النمرة كانت مجهولة للمشاركة لكن الجهدرمي عرضوا على السامي وميلود قالوا لهم هذا النمرة لماذا تعرفوا ونرى هذا النمرة يعمل للمهدي يعمل 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 بوحده يعمل سامي وميلود يعمل بيها ونحن نتعرف للمشاركة الحساب ميلود يعمل في آخر نحن نصلي على تجارة المخدرة ونحن ندى في الوطن يعمل 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 يحصل كيف أخرجه؟ أولا قدمه، أولا تأويك يجيب لي بالنفس الطريقة التي يدعو خوطنا الآخرين مزيان دابة نتعقل عنده سافي عارفوا عنوان دياله عن طريقة سامي ميرود أمشى وعنده أمشى وعنده كان ساكن في الخرجة في الفاس في الخرجة من ديال مدينة الفاس ساكن في واحد الكوخ بحلقة كوخ، بحلقة شدار قديمة، بحلقة السيد أصلا هو ينبوه لما تواقع ليه ساكن يحملون دار جدار مياه ودخلوا، عندهم إذن مليا بالعامة ودخلوا، كيف يدعو؟ يدعو السيد صافي على فاقد الوعي السيد يتنوح الكمية كبيرة على المخدرات ساكن يسعفوه بعد سيفتو السبيطار، يتنوح الانبالانس وثم في الكوخ، كيف يدعو؟ يدعو أولا تنوح الكمية كبيرة على المخدرات، المخدرات الصلبة يدعو القفوزة الحمام، ودكشيته، كلم ربيهم كما تقول، يدعو أن يعمل بالنفس الخدمة أو طريقة يدعو أولا تنوح الناس، جدعو ما كان فيهم كان فيهم غير بيس الوعي، يضع الماء، يدعو أصبرديرات، يعني يجب أن يعملون ويدعو أولا تنوح الديد، سلاسلتهم، كورميطات، أن أخواتهم، غير بحل الماكة، غير الدهب و يجب أن يحصل لها على الشانطة يجب أن يجب أن يحصل على أموال طائرة بالملايين عدة لأنه لا يوجد هذا المنزل من دار المهدي و حيث يجب أن يتأكدون فقط عرضوا هذا الحيواج على المرأة يسرة وعرضهم كذلك على الطالقة تعرفوا على الحيواج المهدي وبالتالي فهذا الأخونا هذا هو ملفال فقط داخل غيبوبة اخيه يخلق بمخلرات الماء ويقع بداخل الآمن الماء لأنه يموت الماء منذ أن يستعاد رائعه ونعرف كان لدينا سيدة في حبس في آخر شدة العمص كما قالوا سامي وميلو ونأخذت مجرد المساعدة ونطرع ونطرع المشاكل فأخذت معاه في الأول وعاونه وأعطاني ولكن معذاب هذا العرب الباقي هو مضمن مقديرات صلبة بالزعف ويجب أن يخسر لك فلوس بالزعف لهذا في الآخر عمليا مع ذلك المهدي لا يمكن أن يخلص الكيمية ذلك ويجب أن يتخلص الذكاء على ذلك المهدي ولا يجب أن يجب أن يكون أساعدة وأن تساعد معك بالزعف هل تشرف المصرح جريمة لأن الساعة كان دير مع عبدالباقي هو نيس يجي عنده الدار وهذا الشيء عليش هو مرسوء صيفت عن والديه جاء عند عبدالباقي لقاء الأمور مزيانة كأداية فاشقال لي وديره معديش فلوس قال لي نصبرت لك بزاف وعاونتك بما فيه الكفاية اسمح لي من أعطيك أولو المهم وكي يتحرك في الدار عادي وعبدالباقي تابعوك يتلفيه باش يعطيه واحد شحنة آخر شحنة يعطيه لي ورغني نخلصك في الوقت هاد المرة حقيقال لي وقال لي هاد المرة حقيقال لي لن أعطيك هنا عبدالباقي قال جرال وقال لي انتهز معي واحد جنوية السيد غدار من الأول كنت تهز واحد جنوية وقال يتابعوه ودخل بيت الناس وعطيهم اللور وعطيه طف 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 حاول انه يشده من غدار معه ولكنه لم يقدر صاف يباقته بعد تطعنات وزيد كماليه بعد تطعنات خلال لحتى قتله مانورا ما قتله وقال لي اتباع الناس وقال لي وقال لي وقال لي اتباع المال في هذه الحواج وقال لي تحتاج المال وقال لي على اتباع المخدرات يهز مواغن ومعد في تنزل والفرار هذا يجبه وخبه وخصر يتناول مخدرات يلبس ويظهر مع رأسه. كان يموت غير بوحده في قوة الادمان اللي كان مدمن تماما غير رأسه. نراهد اعترافات ديالوج تقدم العدالة وتحكم عليه بالمؤبد. هذه الحلقة اليوم نتمنى انها تنال لرئيزة ديالكم. الله الرحم لكم والدين على حسن اصغار المتابعة. دمتم اوفي القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.